بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنائي سوف نقوم اليوم بإنجاز إن شاء الله درس شامل حول الموافقات في زاد خاص هذا الدرس للشعب الرياضية والتقنية وكذلك شعب الأدبية يعني إلى هذه الثلاث شعب تحتاج هذا الدرس وهو يحتوي على تعريف الموافقات زائد تمارين تطبيقية محلولة زائد خواص الموافقات زائد تمارين تطبيقية أكثر من خمس تمارين أو ستة وعندنا حل بكالوريات سابقة للشعب الأدبية والتقنية والرياضية السابقة وفي الأول لا تنسونا بالدعاء وإن وجدت أخطأ في الحساب فعذرنا وننطلق على بركة الله إذن ننطلق على بركة الله نقول إن لدينا أبناء تعريف آن عدد طبيعي غير معدوم يعني لا يسوي السفر القول أن عددين صحيحين A و B الأولا ما هي الأعداد الصحيحة أعداد الصحيحة هي التي درستم في المتوسط هي مثلا هي صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة يعني بدون فاصلة أو ماذا؟ أو ناقص واحد مع ناقص اثنان ناقص ثلاثة يعني الأعداد الطبيعية في أعداد طبيعية زائد أعداد طبيعية لكن نضيف لها الناقص هذه الأعداد الصحيحة نتابع جيدا الآن نقول أن العددان A و B متوافقا بترديد A يعني أن A و B لهما نفس الباقي في القسمة على A ونرمز ماذا؟ نقول B A يوافق هذه الثلاثة أشرط نقول A يوافق B بترديد A يعني وتقرأ A يوافق B بترديد A ما معنها أبنائي؟ عندنا ملاحظة من أجل كل عدد صحيح X فإن X يوافق صفر بترديد واحد هذه خاصية ما معنها كلمة يعني لهما نفس الباقي؟ أولا كيف نبحث عن باقي قسمة عدد على عدد؟ تابعوا جيدا لو نأتي إلى المثال نتابع جيدا لو نأتي إلى نقول عشرون كم توافق؟ يعني نضع علمتي استفهام بترديد ستة هنا ماذا نأتي؟ نأتي أولا إلا بالآلة الحاسبة نقول هكذا عشرون تقسيم ستة لو نأتي بالآلة الحاسبة ونقول عشرون تقسيم ستة تعطينا النتيجة ثلاثة فاصل ثلاثة 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 هكذا كيف نتحصل يعني بالآلة الحاسبة كيف نتحصل على الباقي؟ مضبوط نقول سفر فاصل ثلاثة وثلاثون نأخذ على الأقل عدد وراء الفاصلة هذه يعني في مسودة نضربها في القاسم هذا يعني في ماذا؟ في ستة تساوي لو نلاحظ نضرب قلت سفر فاصل ثلاثة وثلاثون في ستة نلاحظ أن أعطت لنا واحد فاصل ثمانية وتسعون هذا في المسودة بالتقريب نقربها إلى اثنان ما معنى هذه العشرون يا أبنائي؟ نقول عشرون تساوي ثلاثة اللي هو ما هو الثلاثة هو العدد الصحيح ها هو أمامكم ها هو اللي هو ثلاثة في القاسم اللي هو ستة زائد ماذا؟ زائد اثنان وبالفعل يعني ثمانية عشر زائد اثنان تساوي لنا عشرون ما معنى هذا العدد الذي وجدناه هو الذي يكتب هنا نقل اثنان عشرون توافق اثنان بترديد ستة معنى عشرون لما يقسم على العدد ستة يكون الباقي هو اثنان والباقي يا أبنائي مهما كان هو عدد موجب يعني مستحيل تقول ناقص اثنان هو باقي لا هو دائما عدد موجب أصغر من الترديد يعني لا يمكن أن يكون هنا الباقي مثلا هنا الباقي مثلا نقول سبعة لا يجوز لأن الباقي يكون عدد محصور ما بين السفر والستة في هذه الهالة بهذه البساطة الآن هذه هي كيفية ايجاد باقي القسمة بالآلة الحسبة يعني بطريقة بسيطة جدا لدينا الآن نلاحظ جيدا تابعوا ابنائي الآن كيف نقول لاحظوا إلى أمثلة كيف نعرف أن عددان متوافقان نقول على عددان قلنا أنهم متوافقان إذا كان لهم نفس ماذا؟ نفس الباقي على نفس الترديد لو نلاحظ إلى هذه الأمثلة ها هو مثل أول قال سبعة يوافق أربعة بترديد ثلاثة لأن ماذا؟ كيف نفعل ابنائي؟ لأن نقفض هذا ناقص هذا ناقص هذا هذا قلنا الآ إذا سمينا هذا آ وهذا ب آ ناقص ب لاحظوا ماذا أعطينا أعطينا الثلاثة والثلاثة يجب أن هذه النتيجة التي نجدها يجب أن نجدها وجدنا الثلاثة لو نقسم ثلاثة على ثلاثة لا نجد هنا واحد لا يوجد أصلا أعدد وراء الفاصلة معناه الباقي هو صفر معناه ثلاثة توافق صفر بترديد ثلاثة لأن بالآن الحاسبة لم نجد أصلا باقي لأن ما وراء الفاصلة هو يعد باقي إلا أن نحن نبسط الأمور فقط بالرغم لا يوجد باقي صفر فاصل يوجد أعداد طبيعية تكون أصغر من الترديد عندنا كذلك لو نأتي الآن إلى المثال الثاني لاحظوا سبعة يوافق واحد بترديد ثلاثة لماذا؟ لأن سبعة ناقص واحد تساوي الستة والستة لو نقسمها ستة تقسيم ثلاثة تعطينا اثنان بالآلحاسب أو لجد فاصلة إذن نقول ستة توافق صفر بترديد ثلاثة إذن هذه صحيحة لأنهم أعداد كيف هي؟ لهما نفس الباقي عندنا كذلك أو متوافقتا عندنا المثال الآخر عشرة توافق عشرة بترديد ثلاثة لماذا؟ لأن عشرة ناقص عشرة تساوي السفرة والسفر كذلك هو من مضاعفات لعدد ثمانية لماذا؟ لأن صفر يوافق صفر بترديد ثمانية لماذا لا نقسم صفر على ثمانية؟ سوف نجد صفر عندنا كذلك لو نأتي الآن إلى هذا المثال الآخر تابعوا جيدا أبنائي عندنا ناقص تسعة وثلاثون يوافق ناقص خمسة بترديد اثنان ماذا قلنا؟ قلنا نجعل هذا ناقص هذا يعني تصبح ناقص تسعة وثلاثون ناقص ناقص يعني أكيد سوف تصبح هنا زائد تصبح ناقص تسعة وثلاثون زائد خمسة بما أن واحد ناقص والآخر زائد يعني تعطينا بالآل حاسبة ناقص أربعة وثلاثون لو نقص ناقص أربعة وثلاثون تقسيم اثنان تعطينا ناقص سبعة عشر ولا يوجد أعداد ولا الفاصيلة إذن ماذا نقول؟ نقول ناقص أربعة وثلاثون يوافق ماذا؟ سيفر بترديد اثنان إذن لهم نفس الباقي هذه يعني لبرهان هذه القواعد أو لإثبات أن عددان متوافقان ما علينا إلا نأتي بالأول هذا ناقص هذا ثم النتيجة التي نجدها نقسمها على الترديد هذا إذا وجدنا أن لا يوجد باقي فالعبارة تكون صحيحة وهما متوافقان بترديد الثلاثة وبترديد أحد الآن نكمل مع ما هي أمثلة أخرى كذلك نتركها لكم تعملوها نتقوم بحلها تتعلموا ها هي الأمثلة عندنا كذلك لها 27 مع 92 ماذا نقول؟ نقول 27 ناقص 92 ونلاحظ ماذا تعطي لنا النتيجة هنا لو نقول قلت 27 ناقص 92 أعطت لنا النتيجة ناقص 65 هذه الناقص 65 نقسمها على خمسة أكيد سوف نلاحظ إذن تقسيم خمسة أعطت لنا 13 ناقص 13 لا يوجد أرقم ورفاصلة إذن ماذا نقول؟ نقول هذه الناقص 65 مضاعف للعدد ما هو العدد؟ هو الفئة الموافقة الفئة الترديد هو خمسة كذلك مع هذا طبقوا نفس القاعدة هذا نقص هذا ثم عندكم هذا نقص هذا لما تقسموا على السبعة تجدوه لما تجدوا هذا العدد تجدوه من مضاعفات العدد سبعة يعني لما تقسموا بالآل حسب لا تجدوا أعدد ولا فاصلة كذلك عندنا هذا المثال وعندنا كذلك هذا المثال اللي هو ناقص 59 مع الثلاثة ناقص 59 ناقص ثلاثة تسعين ماذا؟ تسعين ناقص 60 ناقص 60 لو نقسمها على خمسة سوف نجد ماذا أبنائي؟ سوف نجد ناقص 12 يعني هذا العدد يصبح من مضاعفات العدد خمسة اللي هو مضاعفة ترديد بهذه البساطة فقط أبنائي يعني نتعلم هذه الأمور البدائية في الموافقة الآن نأتي إلى عنصر آخر لهو مبرهنة ثانية لاحظوا جيدا عندنا هذه المبرهنة ماذا تقول؟ تقول A و B عددان صحيحان و A عدد طبيعي غير معدوم A و B لهم النفس الباقي في القسمة الإقليدية قلت نعم نتابع على A إذا وفقت إذا كان قلنا مثل ما شرحنا أن الباقي A ناقص B مضاعف للعدد A مثل ما كنا نشرح هنا أبنائي هذا قلنا هذا ناقص هذا نجد لما نقسمه على هذا لن نجد أرقامه رفاصلة معنا من مضاعفات العدد 5 هذه يعني كملاحظة عندنا كذلك ملاحظة ثانية أو نتيجة A و بعدد صحيحان و A عدد طبيعي غير معدوم A و متوفقا بترديد A إذا و إذا كان قلنا الفرق الفرق بين A و B يكون من مضاعف العدد هذه مبرهنة وهذه نتيجة نتابع لي عندنا كذلك ها هو في الترديدات الآتية أذكر صحيحة والخطئة يعني مثل ما شرحنا من قبل قلنا لاحظوا جهيدا أبنائي ماذا سوف مبرهن عندنا طريقة للبرهن على أن A يوافق B بترديد A يمكن للبرهن على أن A ناقص B مضاعف لي A هذه الطريقة شرحنا أو البرهن على أن A وبي لهما نفس الباقي في القسم على أن سوف نجرب مع الأول هذا المثال الأول تابع جهيدا أبنائي هذا المثال ها هو المثال قل لا هو لم يقل أنها صحيحة قال أوجد صحيحة والخطئة ماذا قلنا نفعل نقطي هكذا نقول 26 ناقص 11 سوف تسوي لنا ماذا تسوي لنا 15 لو نلاحظها هذه 15 لو نقسم 15 تقسيم 5 لنجد 3 ولنجد أعداد وراء الفصيلة إذن ماذا نقول نقول 15 مضاعف ل 5 إذن هذه تكون كيف هي تكون صحيحة عندنا الآن ناقص 32 مع 18 نقول ناقص ناقص 32 ناقص 18 يريد مننا على 10 نقول قلت ناقص 32 ناقص 18 أعطت لنا ناقص 3 عفوا قلت ناقص 32 ناقص 18 أعطت لنا عفوا نلاحظ جيدا ناقص 32 ناقص 18 نعتذر على هذا الخطأ تسعينا ناقص 50 إذن ناقص 50 تقسيم 10 سوف تعطينا ناقص 5 لا يوجد أعداد الفاصلة إذن هذا ناقص 50 من مضاعفة العشرة إذن يصبح لبارة صحيحة عندنا كذلك 478 على ناقص 32 كيف نفعل أبناء بنفس الخطة إشارة الفرق ما معناه معناه نقول 478 ناقص 32 إذن قلنا 478 أفوا إذن 478 ناقص 32 أعطت لنا 446 لاحظوا 400 446 نقسمها على 5 لو نقسم هذه على 5 يا أبناء لاحظوا أعطت لنا 9 89 89 89 فاصل 2 يعني لاحظوا ها هو موجود الباقي يعني هو 0.2 في 5 نكتب 0.2 في 5 أعطت لنا 1 يعني بما أن ظهرت هنا الفاصلة يصبح هذا العدد مهما كان فهو لا يقبل القسمة على 5 إذن نقول 446 ليس من مضاعفات ماذا 5 إذن تصبح هذه خاطئة وبنفس الخطة أبنائي قموا مع بقية الأعداد ربما يقول أحدكم هنا وأستاذ القيمة كبيرة قم ب63 في 63 في 63 أوجد النتيجة وقسمها على 14 هنا كذلك وهنا كذلك 131 في نفسها ثم أنقص لها 25 وقسم على 12 كذلك هنا 48 أضربها في 3 مرات في نفسها وأنقص منها 36 وقسم على 7 إذا وجدتم الفاصلة فقولوا خاطئة إذا وجدتم غير الفاصلة فقولوا أنها الصحيحة لأن يصبح تلك العدد من مضاعفات العدد عدد الترديد يعني الترديد هو الذي هنا موجود بين هذه القيمتين أو القوس هكذا عندنا كذلك خاصية أخرى لاحظ أن عدد طبيعي غير معدوم دائما أن عدد طبيعي من أجل كل عدد صحيح لدينا كل عدد لاحظ كل عدد يوافق نفسه إذا قلنا مثلا 12 يوافق 12 بترديد 5 ناقص 12 يوافق ناقص 12 بترديد 5 يعني كل عدد يوافق نفسه وهذه بالطبع يعني إحتفل إن لم يوافق نفسه في ماذا يوافق هذه خاصيات عندنا كذلك نأتي الآن إلى الخاصيات نتعلم هم نقطة لاحظ جيدا ثم سوف ننجز عليهم تمارين تبقي لاحظ عندنا هذه آن عدد طبيعي غير معدوم آ وبي عدد صحيحان إذا كان آ يوافق بي بترديد آن فإن بي يوافق آ بترديد آن ما معنى معنى لو جئنا إلى هذا العدد قلنا مثلا إثنى عشر يوافق إثنان بترديد خمسة ما معنى معنى لو نأتي نرى هل هي صحية إثنى عشر ناقص إثنان تسعين عشر عشر لو نقسمها على خمسة نجد إثنان ولا يجد عدد فاصلة إذن العبارة صحيحة ماذا تقول القعيدة ها هو الآ وها هو البي كذلك يمكن أن نقول إثنان توافق إثنى عشر بترديد خمسة هذا هو ما معنى هذه النتيجة أو الخاصية يعني تبديلي يعني إذا كان هذا هنا يرجع هذا هنا وهذا هنا هذه خاصية في الموافقات حسب هذه الخاصية رقم ثلاثة نأتي الآن إلى الخاصية التي بعدها خاصية الرابعة قال آن عدد طبيعي غير معدوم آ و ب و س الأعداد صحية إذا كان لاحظوا جيدا إذا كان آ يوافق ب بترديد آن و ب يوافق س بترديد آن فإن آ يوافق س بترديد آن هذه خاصية التعدي خاصية التعدي بكل بساطة لو نأتي الآن إلى مثلا إلى مثال نقول مثلا 22 توافق 2 بترديد 5 ونقول 32 توافق 2 مثلا بترديد 5 ونقول مثلا 42 توافق 2 بترديد 5 فماذا يمكن أن نقول نقول أن هذا يصبح يوافق هذا بهذه البساطة أو يوافق هذا كذلك يعني خاصية التعدي بهذه البساطة نأتي الآن إلى الخاصية التي بعدها قال N عدد طبيعي غير معدوم A B C D أعداد صحيحة إذا كان ركزوا إذا كان A يوافق B بترديد N و C يوافق D بترديد N فإن A زائد C يوافق B زائد D بترديد N هنا خاصية معنا خاصية الجمع يعني هنا عندنا خاصية اللي هي خاصية الجمع سوف نلاحظهم كليا لاحظوا جيدا كذلك عندنا لاحظوا أبنائي عندنا الخاصية الأخرى ها هي خاصية آن عدد طبيعي غير معدوم A و B و C و D أعداد صحيح إذا كان A يوافق B و C و D بترديد أن أكيد فإن ماذا فإن كذلك خاصية هنا الضرب يعني ماذا معناه نضرب هذا في هذا وهذا في هذا بهذه البسطة فقط لو نأتي مثال مثلا نقول نقول 12 يوافق 2 بترديد 5 لكن هنا نفس الترديد ونقول مثلا هنا مثلا نقول 22 يوافق 2 مثلا أو نقول 23 يوافق 3 بترديد 5 إذا ضربنا هذا في هذا فإن هذا في هذا معناه تصبح 23 في 12 يوافق ماذا 2 في 3 بترديد 5 فقط كذلك عندنا خاصية أخرى لاحظوا جيدا تابعوا أبني الخاصية تقول أن عدد طبيعي غير معدوم A و B عددا صحيحان من أجل كل عدد صحيح K قلنا العدد الصحيح هي العدد السالبة والموجبة يعني عدد طبيعي لكن سالبة أضيفوا للنقص وقت لا يوجد فيها الفاصلة أو الجذر أو ما نحو ذلك إذا كان A يوافق B بترديد فإن K في A يوافق K في B بترديد ما معناه معناه إذا كانت مثلا نخذ هذا المثال 12 يوافق 2 بترديد 5 إذا ضربنا هنا مثلا في 3 هنا نضرب كذلك في 3 إذا ضربنا هنا في الناقص 3 هنا كذلك لاحظوا مثلا نقول ناقص 3 في 12 10 يوافق ناقص 3 في 2 بترديد 5 هذا خواص عندنا كذلك خاصية أخرى N وبي عددان طبيعيان غير معدومين A وبي عددان صحيحان إذا كان A لاحظوا إذا كان A يوافق B بترديد N فإن لاحظوا هنا يعني بأبسط طريقة ندخل القوى من هنا فإن ندخل القوى من هنا إذا أدخلنا من هنا 2015 لقوى بي قوى 2015 فقط يعني الشيء الذي تفعله من هذه الجهة عليك أن تفعله من الجهة الأخرى سوف نلاحظ هنا عندنا ها هو تمريد لاحظوا ابني هتتعلموا ها هو عندنا تمريد قال ما هو باقي قسمة العدد 2007 قوى 2008 على 2 لو نلاحظ نقسم 2007 على 2 ها هي 2007 تقسيم 2 أكيد سوف نجد ماذا نجد 1000 3.5 لو نضرب كذلك نجد 2007 كيف قلت نستخرج الباقي يعني بالآل حسيب قلت نقل 0.5 لا تأخذ الأعداد الصحيحة هذه التي وراء الفاصيل لا في 2 سوف نجد 1 يعني ماذا نقول نقول 2000 لاحظوا 2007 تساوي 2 في 2003 زائد 1 هذا الواحد هو يا أبناء الذي يكتب هنا في الترديد تابعوا جيدا ثم قاد طلب مني أن أبحث عن باقي قسمة قوة ماذا قوة 2000 لاحظوا سوف نطبق هذه الخاصية نضع هنا عندنا هكذا نضع هنا 2008 وهنا كذلك 2008 لكن واحد قوة أي قوة يبقى دائما هو الواحد يعني لو جعلنا واحد في واحد 2008 2008 مرة يعني هذا في هذا في هذا يبقى لكم دائما واحد وهو البرهام يعني باقي قسمة 2007 قوة 2008 سوف تبقى مهما كان تبقى واحد حتى ولو قال 2007 قوة 2015 مهما كان بما أن الباقي هنا يصبح واحد قوة 2015 كذلك بترديد اثنان تبقى لكم كذلك واحد بهذه البساطة أبناء فقط الآن سوف نأتي إلى شيء آخر الآن عندنا لما يقول يكون لاحظوا عين باقي قسمة عدد سالب ناقص 5817 على 251 لإجاد باقي قسمة عدد صحيح سالب على عدد طبيعي غير معدوم آن نبحث عن ب باقي قسمة لاحظوا باقي قسمة ناقص آ لاحظوا ها هو ربما ها هو الآ إذن هذا ناقص آ لاحظوا جيدا على ناقص آ على آن معناه على هذا ثم نضرب الطرفين في ناقص واحد ثم نوضف الترديد ناقص بي تابعوا جيدا أولا نأتي إلى العدد نقسمه بالآلة الحسيبة كما تلاحظوا نعطت لنا 23 فاصل وأنتم يعني إذا كانت الأعداد هنا كبيرة أخذوا أخذوا أعداد كثيرة وراء الفاصلة ماذا تصبح تصبح نأخذ على الأقل ثلاث أعداد أو أربعة وراء فنكتب 0.175 في 251 في القاسم لاحظوا ماذا وجدنا وجدنا 43.92 وكل ما أخذتم وراء الفاصلة أعداد كلما اقتلبت النتيجة نقرب ها إلى الأربعة والأربعون ما معناه لاحظوا أبناي أولا قوموا بقسمة العدد على هذا العدد بدون ناقص نقسمه على هذا لاحظوا بقسمة العدد هذا على هذا لاحظوا ماذا وجدنا وجدنا الأربعة والأربعون لكن هو قال ماذا ثم نضرب الطرفين في ناقص يعني نضرب هذا في ناقص وهذا في ناقص لكن يا أبنائي لا يوجد باقي سالب لن يمكن أن نقول ناقص أربعة واربعون كباقي ما علينا قال ماذا ثم ها هي أمامكم ثم نضيف الترديد لاحظوا لأن ها هو البي البي هو هذا هو الناقص أربعة وأربعون نضيف له الترديد ما هو الترديد نضيف له سوف تنتج النتيجة لأن الباقي يجب أن يكون عدد طبيعي موجب أصغر من الترديد أصغر من الترديد لاحظوا ها هي النتيجة أمامكم أبنائي ها هي النتيجة لاحظوا نضرب الطرفين في ناقص واحد ها هي النتيجة كما ظهرت ها هو الناقص الخاصية سبعة هذه من الخواص التي ذكرناها نعلم أن مئتان وواحد وخمسون يوافق سفر بترديد لأن أي عدد يوافق سفر بترديد نفسه ومنه لماذا لأن لو نقص مئتان وواحد وخمسون على مئتان وواحد وخمسون يعطينا واحد لا يوجد أحد دور فاسرة إذا الباقي سفر ومنه ماذا سفر يوافق هذا العدد قلنا سفر يوافق أي عدد الخاصية ثلاثة لاحظوا جيدا يعني بكل بسط يتبعوا عقولكم أولا قموا بحساب الأل الحاسيب واستخرجوه كعدد موجب ثم ضربوه في الناقص ثم وضيفوا له هذا العدد فقط لما نضيف له هذا العدد لاحظوا ماذا ينتج يعني نصبح ناقص أربعة وأربعون زائد مئتان وواحد وخمسون ها هي النتيجة هو عدد أصغر من الترديد يعني أصغر من مئتان وواحد وخمسون وهو الجواب بأبسط طريقة يعني أريد أن نجعل فكرة بسيطة أولا أقسم هذا بدون الناقص على هذا على مئتان وواحد وخمسون ثم تجدون مثلا مثل ما وجدنا هنا أصبحت هكذا مئة خمسمائة خمسة ألاف وثممئة وسبعة عشر أعطت لنا أربعة وأربعون بترديد مئتان وواحد وخمسون ثم أضرب في ناقص من هنا وفي ناقص من هنا ثم أضيف هذا العدد إلى هنا تصبح توافق ناقص أربعة وأربعون زائد مئتان وواحد وخمسون بترديد مئتان وواحد وخمسون النتيجة التي تجدنا هو الباقي بهذه البساطة فقط أبنائي هكذا الآن نأتي إلى هذا الثماني قال إكس عدد صحيح باقي قسمته على سبعة هو إثنى أولا نترجم هذه إلى موافقة لاحظوا إكس لاحظوا إكس عدد صحيح باقي قسمته على سبعة لما نقسم يعني إكس على سبعة الباقي كم؟ إثنان يعني كيف نكتب هذه الكلمة أبنائي نكتب إكس يوافق إثنان بترديد سبعة يعني حولت هذه الجملة اللغوية إلى موافقة إكس لما نقسمه على سبعة إكس نقسمه على هذا يعطينا الباقي هذا هذه عليكم ب يعني كجملة اللغوية هذا الأول قال عين باقي قسمة على سبعة لكل من هذه الأعداد أولا إكس زائد خمسة هنا أبنائيا نتبق الخواص التي درسناها تصبح كذا إكس هنا لاحظوا قلنا توافق إثنان بترديد سبعة أضف من هنا ماذا أضف على هذه الجهة أضف خمسة هنا كذلك مضيف خمسة فقط ماذا تصبح تصبح إكس زائد خمسة توافق ماذا سبعة بترديد خمسة بترديد سبعة عفوا بترديد سبعة ولكن سبعة تقسيم سبعة كم تعطينا؟ واحد لا يوجد أعداد ورفاصلة إذن تصبح إكس زائد خمسة يوافق بما أن لا توجد أعداد يعني يوافق سفر بترديد سبعة ويمكن أن نقول هذا العدد يقبل القسم على سبعة لأن إذا ولد الباقي سفر فإنه يقبل القسم على سبعة نأتي الآن إلى الحالة الثانية إكس ناقص خمسة عندنا إكس قلنا يوافق إثنان بترديد سبعة يصبح إكس هكذا هنا إثنان سبعة أنقاس ماذا أنقاس الخمسة ننقص خمسة ناقص خمسة تصبح إكس ناقص خمسة توافق لاحظوا ناقص ثلاثة بترديد سبعة لكن يا أبناء هل هذا باقي قلنا ليس باقي إذن كي يعني يظهر أنه باقي قلنا نضيف له الترديد فقط بما أنه عدد يعني بدون الناقص لاحظوا بدون الناقص هو عدد ما زال أصغر من السبعة أضيفوا له الترديد فقط تصبح إكس ناقص خمسة توافق ناقص ثلاثة دائما هذه القاعدة أضيفوا الترديد بترديد سبعة تصبح لما تضيف الترديد يعني لا يحدث شيء تصبح كم تصبح أربعة بترديد سبعة ها هو الباقي باقي كم هو أربعة الآن عندنا كذلك تسعة إكس عندنا قلنا ماذا قلنا إكس يوافق ماذا يوافق إثنان بترديد سبعة لكن هو عندنا ماذا تسعة إكس هنا نضيف في تسعة وهنا في تسعة تصبح تسعة إكس توافق ماذا ثمانية عشر بترديد سبعة لكن لا يمكن أن نقول أبناء أن هذا باقي لأنه كبير جدا على السبعة نأتي بالآل الحاسيب ونقول سبعة ثمانية عشر تقسيم سبعة سوف تعطينا إثنان والباقي كم أربعة أكيد لأن أربعة عشر أو بالآل الحاسيب استعملوا الأل الحاسيب واستخرجوه بالآل الحاسيب مثلما تعلمنا تصبح ماذا إذا الباقي ها هو أربعة إذن تصبح تسعة إكس توافق أربعة إذن ننزع هذا ونضع باقيه بالترديد سبعة الباقي كم الباقي هو أربعة عندنا كذلك ناقص خمسة عشر إكس ناقص خمسة عشر إكس كم يوافق لاحظوا جيدا بالترديد قلنا بالترديد سبعة لدينا نحن الإكس إذن بما أننا ضربنا هنا في الناقص نضرب هنا ناقص كذلك في ناقص ماذا في ناقص خمسة عشر هنا الباقي قلنا إثنان تصبح توافق كم توفق ناقص 30 بترديد 7 ولكن هذا أولا عدد كبير بالقيمة المطلقة هذه القيمة كبيرة على 7 وعدد سليب يعني لا يمكن أن يكون باقي قلنا ماذا نفعل؟ نأتي هكذا نقول 30 تقسيم 7 تعطي لنا 4 بهي 28 أو أتو بالآلة حسب أقول 30 تقسيم 7 تعطي لنا 4.285 هكذا نأخذ نقل 0.28 في 7 سوف تعطينا الباقي كم؟ تعطي لنا 2 بالتقريب هو الـ 2 إذن قلنا هذه أعطت لنا تصبحك هذا الناقص 15x يوافق ننزع هذا العدد ونضع في مكانه ناقص 2 مثل ما تحدثنا أو كما قلنا قلنا نضرب في الناقص قلنا نضرب كذلك قلنا من قبل قلنا أن نضرب هذا في الناقص يعني تصبحك هذا الناقص قلنا 30 توافق 2 بالترديد 7 قلنا نضرب هذا في ناقص وهذا في ناقص ثم نوضف له الترديد تصبح توافق الناقص 2 زائد 7 بالترديد 7 أنه باقي لاحظوا كم تصبح 5 بترديد 7 إذن هنا تعطيك 5 بترديد 7 الباقي هو 5 بهذه البساطة أبنائي فقط عندنا كذلك x قوى 3 كم باقي لدينا x قلنا x يوافق 2 بالترديد 7 بما أن هنا وضع قوة 3 هنا كذلك نضرب قوة 3 تصبح 3 2 في 2 في 2 وهي 8 تصبح 8 بالترديد 7 لكن 8 لا يمكن أن يكون باقي لأنه عدد كبير جدا كيف؟ نقسم 8 تقسيم 7 تعطينا 1 والباقي 1 لأنه كبير عليها بدرجة واحدة إذن تصبح ننزع هذا العدد ونعوض بباقيه تصبح هكذا تصبح x قوى 3 توافق واحد كم هو الباقي؟ الباقي هو واحد بهذه البساطة فقط أبنائي يعني تعلمنا حل هذا المثال من كل بساطة الآن نأتي إلى شيء آخر نتابع جيدا نأتي إلى هذا التمرين قال A و B عددان صحيحين حيث A لاحظوا جيدا قال A يوافق 2 بترديد 7 و B يوافق 6 بترديد 7 عين باقي القسم الإقليدية للعدد 3 A زائد B على 7 إذن بكل بساطة لو نأتي إلى السؤال لاحظوا نكتب نص جواب ها هو أمامنا لدينا ماذا؟ لدينا هذه القيمتان لاحظوا هذه القيمتان موجودتان من المعطيات أركزوا أرجوكم هذا التمرين ورد في البكالوريا وهو يريد مننا أن نصل إلى هذا الشيء لا تخذوا أبنائي لاحظوا تصبح 3 A زائد B يوافق لاحظوا عندنا هنا كم؟ ثلاثة نكتب هنا الثلاثة في الآ كم؟ ها هو باقي الآ نكتب هنا إثنان زائد لاحظوا عندي زائد نكتب هنا زائد زائد ماذا؟ B ها هو باقي الآ فقط لاحظوا يعني تقرأوها كما تلاحظ ثلاثة A زائد B ثلاثة في باقي A زائد باقي B يوافق ماذا؟ هذه كم؟ ستة زائد ستة بترديد سبعة توافق كم؟ إثنى عشر بترديد سبعة ولكن هذا لا يمكن أن نقول عليه باقي نأتي إثنى عشر كم يوافق بترديد سبعة لو نحسب بالآلة الحاسبة سوف إثنى عشر تقسيم سبعة سوف تعطي لكم واحد والباقي خمسة يعني تصبح ماذا؟ ننزع هذه الإثنى عشر يا أبناء هذه كليا ونكتب في باقيها وهو خمسة إذن تصبح ثلاثة A زائد B وفي خمسة لأن هذه الإثنى عشر لا يمكن أن تكون باقي فنأتي بباقيها ونضح هنا لأن هذه الموافقة في الأصل ليس مساواة الموافقة ليس مساواة الموافقة أنه يكون عددين لهما نفس الباقي فقط إذن ما هو الباقي؟ الباقي هو خمسة إذن الباقي هو خمسة على سبعة لأننا نعمل بالترديد سبعة نأتي الآن إلى السؤال الثاني بنفس الطريقة أبنائي السؤال الثاني ها هو السؤال الثاني كذلك نلاحظ جيدا يريد مننا أن نجد باقي A مربع زائد ثلاثة بمربع بأبسط طريقة نتابع جيدا عندنا A مربع زائد ثلاثة بمربع التوافق الآكم هو الإثنان لكن لاحظوا هنا مربع وهنا نربع عندي هنا زائد لو كانت في نضع في أو ناقص ناقص زائد ماذا؟ ثلاثة هاي الثلاثة في ماذا؟ باقي البي البي كم ستة لكن لاحظوا ماذا وضع له وضع له مربع نضع هنا مربع بترديد ماذا؟ سبعة كما تلاحظون من هذه الجهة هنا استعملت الثوابت المجاهل وهنا استعملت باقيها ماذا تصبح؟ تصبح توافق ماذا؟ أربعة زائد ثلاثة في ستة وثلاثون بترديد سبعة لو نلاحظ تصبح أربعة زائد مئة وثمانية قموا بالآلة الحاسبة ستجدنا مئة وثمانية تصبح مئة واثنى عشر بترديد سبعة لو نأتي الآن إلى مئة واثنى عشر بترديد نقسمها على سبعة سفوة تعطيها النتيجة ستة عشر لاحظوا قلت مئة واثنى عشر تقسيم سبعة أعطت لنا النتيجة ستة عشر ولو يوجد أعداد وراء الفاصيلة إذن بما أنه لوجد أعداد وراء الفاصيلة ماذا نقول؟ نقول توافق سيفر بترديد سبعة أن هذا العدد لما قسم على هذا لوجد أصلا وراء الفاصيلة لاحظوا الباقي باقي هذه القسمة كم؟ ماذا يمكن أن نقول على هذا العدد؟ إنه من مضاعفات لعدد سبعة لأن الباقي سيفر الآن نأتي إلى السؤال الذي بعده تابعوا جيدا قال تحقق أن بي يوافق ناقص واحد بترديد سبعة هذا السؤال كذلك يعني له وزن كبير في الباكالوريا لاحظوا جيدا وهذا الموافقات هي موجهة لشعبة الرياضيات وشعبة التقنية الرياضي وشعبة الأدبية لاحظوا جيدا عندنا قال بي أو تحقق أن بي يوافق ناقص واحد بترديد سبعة نحن ماذا عندنا؟ عندنا لاحظوا البي لدينا بي يوافق يوافق ماذا؟ يوافق ستة بترديد سبعة يريد مننا أن نصل إلى هذا الشيء هنا لا تخافوا أبنائي بما أن هذا الباقي هذا العدد هو موجب كي نجعله سلب لا نقول نضرب في الناقص بأبسط طريقة ننقص الترديد لأن الترديد تضيفه أو تنقص فيه أو تضرب فيه لا يخبط أي إشكال تصبح بي يوافق ستة لاحظوا هنا هكذا قلنا ننقص الترديد نقول ناقص سبعة فقط أنقص الترديد تصبح بي يوافق ستة ناقص سبعة كم هو ناقص واحد بترديد سبعة وهو الجواب هذه مثلا طريقة واحد طريقة ثانية كيف؟ ننطلق من هنا ونجد هذه النتيجة كذلك نقول بي يوافق ناقص واحد بترديد سبعة هذا عدد سالب وهو ما زال هذا العدد هذا العدد بدون ناقص أصغر من هذا أضف له الترديد تصبح بي يوافق ناقص واحد زائد سبعة بترديد سبعة تعطينا كم؟ تعطينا ستة بترديد سبعة وهو الشيء الذي قلتها لكم تنطلق من هنا إلى هنا أو من هنا إلى هنا كلا الطريقان يوصلكم إلى العل وهذه النقص واحد دائما لو تلاحظون هذه النقص واحد تأتي كثيرا نلاحظ أن هذه النقص واحد تكون في عددان متلاديفان لاحظوا ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر هكذا الآن سؤال الذي جاء بعدها قال استنتج باقي قسمة هذه الأعدد لاحظوا هذا سؤال كذلك وجه يريد مننا أن نجد باقي هذه لكن نحن عندنا ماذا؟ لاحظوا ماذا عندنا؟ عندنا هذه النتيجة التي برهناها لأن السؤال قال استنتج ولما يقول السؤال استنتج أبني يعلم أن الجواف الذي قبله يقول أحدكم يا أستاذ هل نعمل بي قوة بي يوافق ستة بتردد سبعة هنا لا تصل إلى شيء ما عليك إلا استغلال هذا القيمة الثانية للعدد بي نقول لدينا بي يوافق نقص واحد بتردد سبعة وهو يريد مننا أن نجد بي قوة ألفين وثلاثة عشر بأبسط طريقة ماذا نفعل أبنائي؟ نأتي هكذا لاحظوا نأتي إلى هذه القيمة لاحظوا ونجعل لها من هنا قوة ألفين وثلاثة عشر وهنا لا ننسى القوس أن القوس شيء هام قوة ألفين وثلاثة عشر لأن هذا ناقص لاحظوا إلى هذا العدد هو عدد فردي هذه القوة هي عدد فردي يقول أحدكم ما هي الأعداد الفردية أستاذ؟ أعداد الفردية هي كل أعداد تنتهي يعني يكون رقم أحدها هو الواحد الثلاثة الخمسة السبعة والتسعة العدد الزوجي العدد الزوجي هو كل عدد ينتهي بسفر إثنان يعني نقم أحده أربعة ستة ثمانية أحفظوا هذه الأشياء بما أنه عدد فردي فتأكدوا أنها تصبح بي قوة ألفين وثلاثة عشر يوافق ناقص واحد بترديد سبعة هذه قاعدة مع النقص واحد ليس مع الواحد قلت بما أن هذا الناقص واحد قوة عدد فردي تبقى لكم ناقص واحد مهما كان تبقى ناقص واحد ولكن هذا لا يمكن عليه يا أبنائي أن نقول أنه باقي نضيف له الترديد تصبح ناقص واحد زائد سبعة بترديد سبعة لأن ليس هذا باقي تصبح ماذا؟ تصبح ستة بترديد سبعة ومنه ماذا؟ منه ماذا نقول؟ ومنه الباقي هو هو كم؟ ألفين قلت هو ستة عارف هذه الحالة الآن نأتي إلى الحالة الثانية لهي بقوة ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون هنا كذلك ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون وهنا نضع القوس ونقول ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون لكن هذه القوة هي قوة تنتهي بالأربعة عدد زوجي لما أن العدد زوجي لا تخافوا يا أبني عدد زوجي مع الناقص واحد قولوا بي قوة ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون يوافق واحد بترديد سبعة هذه النقص واحد قوة عدد زوجي حتى ولو كانت نقص واحد قوة إثنان آن هذا إثنان آن هو عدد زوجي تصبح ماذا؟ ها هو الباقي إثنان آن عدد زوجي أربعة آن عدد زوجي لو نقول إثنان آن زائد واحد هذا يا أبني يصبح عدد فردي لأن أي عدد زوجي لو نقول ستة ونضيف لها الواحد تصبح سبعة الباقي في هذه الحالة يا أبني كم هو واحد بهذه البساطة فقط أما لو كانت واحد الباقي هنا كانت عندكم واحد ونجعل لها أي قوة فردية أم زوجية تبقى واحد لأن الواحد لا يحدث لهم إشكال الإشكال يكون مع الناقص واحد عندنا ثم قال أربع عين الأعداد الطبيعية آن بحيث إذن نقول الأعداد الطبيعية آن بحيث ولاحظوا يريد منا أن نعين الأعداد الطبيعية آن هنا لو نلاحظ آن زائد بي كل قوة آن زائد آن يوافق سفر بالترديد سبعة يريد منا أن لا نجد الباقي نعطي قيم آن لدينا نبدأ بهذا المثال هنا في الجهة آن قلنا يوافق ماذا؟ يوافق إثنان بالترديد ماذا؟ سبعة والبي لاحظوا ماذا يوافق بي يوافق ماذا؟ يوافق ناقص واحد بالترديد سبعة لو نجمع طرف لطرف آ زائد بي يوافق ماذا؟ إثنان ناقص واحد بالترديد سبعة يصبح آ زائد بي يوافق واحد بالترديد سبعة طرف جيدا لكن هنا عندنا قوة ماذا آن؟ إذن نضع هكذا ونضع هنا قوة آن وهنا قوة آن ولكن يا أبناء ماذا قلنا؟ قلنا أن واحد قوة أي قوة كانت يبقى لنا واحد إذن تبقى لنا آ إذن يمكن أن ننزع كليا هذه الآن سبعة كذا ونأتي بهذه القيمة التي وجدناها ونعوضها هنا ماذا سوف ينتج يا أبناء؟ ينتج أن هذا قلنا وجدناه كم واحد تصبح واحد زائد آن يوافق لأن هذا كليا وجدناها باقي واحد واحد يوافق سفر بالترديد سبعة هنا لو نأتي بهذا العدد وننقله هنا تصبح آن يوافق ناقص واحد بالترديد سبعة ولكن هذا لا يمكن أن نقول عليه باقي نضيف له الترديد لأنه عدد سالب يصبح آن يوافق ناقص واحد زائد سبعة بالترديد سبعة يصبح آن يوافق لاحظوا كم ستة بالترديد سبعة الآن لتحويل لاحظوا لتحويل هذه الموافقة إلى مساوات هذه الموافقة نحولها إلى مساوات تصبح آن وهذا أمر يمكن أن تحفظه يعني بالطريقة تصبح آن يساوي ماذا؟ يساوي الناس سبعة لاحظوا كا زائد ماذا؟ زائد الباقي هو ستة هذه هي قيم آن هذه الموافقة لما تحول إلى مساوات تكتب آن يساوي عدد مضروب في سبعة زائد باقي هذه هي قيم آن كما تلاحظون هنا باللوم أخبر إذن قيم آن هي هذه هي قيم آن بأبسط طريقة أبناء فقط ناتي الآن إلى مثال ثاني قال نضع لاحظوا هذه الآدات قال بسط الموافقة التالية لو ناتي الآن إلى الآ ماذا يصبح؟ لو نقسم هذا العدد على عفوا على عشرة بالآلة الحاسبة ثم تخذوا عدد نورة الفاصلة أو ثلاثة سوف تجد أن الباقي هو السبعة بترديد عشرة البي يصبح كم؟ ثلاثة بترديد عشرة السي يصبح أربعة بترديد عشرة قموا بالحساب فقط قسموا هذا على هذا وخذوا عدد نورة الفاصلة وأعدوا ضربهم في عشرة تجدون الباقي بالتقريب الآن هذا السؤال الأول قال بسط الموافقة السؤال الثاني استنتج العدد المحصور بين الصفر والتسعة لماذا؟ لأن بواقي العشرة تكون محصورة ما بين الصفر يعني الأعدد التي تكون يعني أعدد موجبه أصغر من الترديد من صفر إلى التسعة لا يمكن أن يكون العشرة هو باقي للعشرة يعني هذه دائما وعدد موجبه أولا A زائد B زائد C A زائد B زائد C نجمع البواقي كذلك سبعة زائد ثلاثة زائد أربعة بترديد عشرة تصبح كم؟ هذا مع هذا تصبح عشرة أربعة عشر أربعة عشر مع العشرة تصبح الباقي أربعة لما نقصه كذلك عندنا A ناقص B زائد C عندنا كذلك A زائد B ناقص C هنا A ناقص B هنا A في B في C نأتي A في B في C تصبح سبعة في ثلاثة في أربعة بترديد عشرة لو نأتي إلى هذه لو نضرب مثلا هذا في هذا كم يعطي لنا؟ يعطي لنا 21 21 في عفوا في أربعة تعطي لنا ماذا؟ 84 بترديد عشرة وهذه النتيجة تعطيكم باقيها أربعة لأن أربعة وثمان لا يمكن أن يكون باقي الباقي هو أربعة وأكمل مع باقي مثل ما هو موجود يعني هذا في هذا زائد هذا في هذا يعني بما أن A في B تضربون الباقي A في باقي B زائد A في C باقي A في باقي C زائد B في C باقي B في باقي C واجمعوا والعدد إذا كان أكبر من التسعة يعني عدد كبير قوموا بالآلة الحاسبة وأوجدوا البواقي بأبسط طريقة أبنائي فقط يعني هذه تركتها لكم حتى أنتم تتعلموا كيفية إيجاد بواقي هذه القسمة عندنا كذلك هذا تمرين كذلك قرد في عدد باكالوريات نعتبر العددين A و B لاحظوها وعدها وعدد بين أن العددان A و B متوافقا بترديد قلنا حتى يكون العددان متوافقا يكفي أن نحسب A ناقص B ونجده من مضاعفات العدد خمسة لو نأتي نكتب 2214 ناقص 619 تساوي نأتي بالآلة الحاسبة ونقول 2214 ناقص 619 أعطت لنا 1505 هذه العدد لو نقسيمه نقسيمه تقسيم خمسة أعطت لنا إذن ألف نعم 1505 تقسيم خمسة أعطت لنا 301 لا توجد عدد الفاصل إذن ماذا يمكن أن نقول على هذا العدد؟ هذا العدد إنه من مضاعفات ومنه 1505 مضاعف لمن؟ لخمسة ومنه A و B متوافقا بترديد ماذا؟ بترديد العدد خمسة ثم قال بيّن أن بيّن أن هذا العدد يوافق ناقص 1 بترديد أمره كذلك بسيط مثل ما تعلمنا في الأول لو نقسم أو لن نجد لاحظوا نأتي بباقي نتابع جيدا لو نضيف هنا الترديد لهذا العدد إذن 2124 قال برهنها أنها توفق ناقص 1 بترديد خمسة لو نضيف هنا أبنائي نضيف هنا خمسة ونضيف هنا خمسة ماذا تصبح؟ تصبح 1229 توافق أربعة لترديد ماذا؟ خمسة لاحظوا جيدا يعني لو نقسم هذا العدد على هذا العدد هل يمكن أن نجد أربعة؟ تعالوا لو نقسم 2129 تقسيم خمسة أعطت لنا 425 فاصل ثمانية نأخذ عدد نور الفاصيلة قلنا سفر فاصل ثمانية في خمسة أعطت لنا الباقي أربعة نهم هنا برهنها الآن بعد ما استعملنا هذه قال استنتج استنتج 2100 نحن في هذا السؤال 2124 قوة 700 وماذا؟ 720 هنا نكتب هكذا 720 وهنا نكتب 720 لكن لاحظوا القوة زوجية إذن الباقي بمعنى القوة زوجية كم يكون؟ يكون واحد بهذه البساطة الآن جاء إلى العدد 600 لاحظوا ماذا قلنا الآول ب أعدد متوافقة بما أنه متوافقا لهم نفس الباقي باقي هذا العدد لاحظوا باقي العدد 2124 كم وجدناه؟ وجدناه أربعة بترديد خمسة ها هي إذن الباقي هذا كم يكون كذلك؟ أربعة لأنه عدد متوافقة إذن تصبح أربعة ولكن الأربعة بما أن أربعة كذلك تصبح تتحقق عليها هذه النتيجة تابعوا أرجوكم حتى تعلموا إلى حل هذا المثال فقط هذا يصبح كذلك هو 600 وتسعة عشر توافق أربعة بترديد خمسة تصبح 600 وتسعة عشر بنفس الطريقة توافق نقص واحد بترديد خمسة لأن ما يطبقها بما أنه متوافقان يطبق على المنصف الخاصية هنا نطبق 721 وهنا 721 بما أنها قوة فردية قلنا تعطينا نقص واحد بترديد خمسة ولكن لا يوجد باقي سالب نوضيف الترديد كم يصبح يصبح أربعة بترديد خمسة الباقي ما هو الباقي أبنائي؟ هو الأربعة بهذه البساطة ثم السؤال الذي جاء بعدها قال بيّن أن 2214 قوة 2ان يوفق واحد لاحظوا هنا نكتب هكذا نضع 2ان وهنا نضع 2ان تصبح ناقص واحد قوة 2ان نقوم بأن هذه القوة كيف هي زوجية بما أنها زوجية كم تصبح تصبح واحد فقطها هو الجواب بهذه البساطة يعني هذا النقص واحد قوة 2ان يعطيكم واحد لماذا لأن هذا 2ان هو عدد زوجي الآن عيني قيم العدد الطبيعي التي من أجلها تكون هذه الأمور تتحقق ننحي جيدا هنا لو تنتبهوا معي أبنائي عندنا اثنان او الفين ومئة واربعة وعشرون قوة 4ان زائد ستمائة وتسعة عشر قوة 4ان زائد واحد انتبهوا زائد آن يوافق صفر بترديد خمسة هو يريد أن نجد قيم آن هذه قوة ماذا زوجية لأن قوة الزوجية هي 2ان 4ان 6ان هذه زوجية ونضيف لها الواحد كيف تكون فرضية أي عدد تضربه في الأربعة هو عدد زوجي تضيف لها تصبح فرضي هذه بما أنها زوجية ها هي أمامكم كما عدت لنا واحد وهذه فردية تقولنا الفردية ماذا تبقى لدينا مثل ما تحدثنا هنا هذه قوة كافية هي فردية أعطت لنا ناقص واحد نكتب هنا ناقص واحد أن هذه أعطت لنا ناقص واحد قوة فردية لأن هذه الفردية لأن 619 توافق ناقص واحد بترديد مثل ما تحدثنا بترديد خمسة وهنا قوة أربعة أن زائد واحد وهنا أربعة أن زائد واحد يعني قوة فردية تبقى ناقص واحد زائد أن يوافق صفر بترديد خمسة انتبهوا هذه أعطتنا ناقص واحد وهذه ناقص واحد هذا يذهب مع هذا تبقى أن توافق صفر بترديد خمسة لتحويل هذه من موافقة إلى مساواة قلنا سوف تصبح ماذا سوف تصبح يا ابنائي هي أن يساوي خمسة ك فقط حيث كعدد صحيح بهذه البساطة ابنائي فقط لكن هو بما أن هنا قال أن عدد صحيح يعني يسبب كعدد عدد طبيعي إذن هذا يسبب كذلك عدد طبيعي بهذه البساطة فقط ابنائي كذلك هذا المثال أنتم تعلمه برر صحة العبارات قلنا يجعله هذا ناقص هذا تصبح خمسة وأربعون ناقص ثلاثة تساوي إثنان وأربعون إثنان وأربعون تقسيم سبعة كم يساوي يساوي لنا ستة الباقي أصلا لا يوجد ذرة فصيلة إذن نقول ومنه إثنان وأربعون مضاعف لسبعة ومنه أي هذه صحيحة كذلك كلبا هذا أنقصه من هذا وقسيمه على هذا إذا وجدتم العدد بلا حسب لأوجد فاصلة قولوا صحيح إذا وجدتم قولوا خطأ بنفس القواعد مع هذه الأمثلة حتى ولو وجدتمها بالناقص اكتبوها بالناقص يعني يعني لو جينا إلى هذا مثال تصبح ناقص 13 ناقص 2 تساوي لنا ناقص 15 ناقص 15 تقسيم 5 تطيع ناقص 3 لأوجد العدور فاصيلة إذن ناقص 15 مضاعف لمن ل 5 إذن تصبح هذه صحيحة وأكمل ما بقية التمرين الأخرى ذلك عندنا هذا المثال عين خمسة أعداد صحيحة X تحقق أولا نأتي إلى 37 تقسيم 4 لو نأتي بالحالة الحاسبة إذن 37 تقسيم 4 أعطت لنا 9.25 قلنا نأخذ 0.25 في 4 تعطي لنا 1 إذن تصبح 37 يوافق 1 بترديد 4 وأراد منا أن نجد 5 بهذه البساطة كيف نجد 5 ما رأيكم هنا لو نضيف الترديد أنه يجوز تصبح 37 إذن العدد الأول هو الواحد نضيف قلنا الترديد بأبسط طريقة عدد صحيح ننضيف أو ننقص تصبح كم 5 بترديد ماذا نحيو بترديد 4 إذن العدد هنا هو 5 أضيف أضيف عدد آخر زيد أربعة أخرى تصبح 37 هنا 5 زائد 4 أضيف الترديد فقط كان تصبح 9 بترديد 4 إذن هنا العدد هو 9 نحيض فقط كذلك هذا X هذا X يساوي X يساوي أكمل نضيف كذلك هنا أربعة كم تصبح 13 13 بترديد 4 إذا X يساوي كم 13 لو نضيف كذلك مرة أخرى أربعة ماذا تصبح 17 إذن تصبح 17 بترديد 4 إذن X هنا يساوي 17 أعداد لا تعد ولا تحصل كل ما نضيف ترديد كل ما نحصل العالى بهذه البساطة معنا الأعداد يمكن أن تكون 1 5 9 13 17 وأضيف حتى تصل إلى نتيجة معينة يمكن أن نصل إلى أعداد عدة وعديدة الآن هذه فيما يخص السؤال هو قال ما هو العدد الذي يكون أصغر تماما من 4 أكيد هو ماذا لأن 37 وجدناها توافق 1 بالترديد 4 العدد الصغير هو 1 إذن أصغر عدد هو 1 لكن ذكر طبيعي لو كان صحيح توجد أعداد كثيرة لهذه البسطة فقط الآن نأتي إلى هذا المثال قال عين آل مجموعة الأعداد الصحيحة X التي تحقق X زائد 4 يوافق 2 بترديد 7 هنا أبنائي أولا لو نأتي إلى العدد 7 ما هي بواق العدد 7 هي كل الأعدد الطبيعية الأقل منه درجة هي الصفر 1 2 3 4 5 6 هنا ماذا أرد قال نضيف لها 4 نضيف 4 لكل من X هنا نضيف 4 كم تصبح 4 نضيف إلى هذا 4 كم تصبح 5 نضيف إلى هذا 4 كم 6 نضيف إلى هذا 4 7 لكن 7 لا يمكن أن نقول عليها 7 7 باقيها كم نحن نتحدث عن العدد 7 يعني 7 التقسيم 7 1 باقي 0 نضيف 4 كم تصبح 8 8 8 أكبر على ماذا على 7 بماذا بدرجة يعني 8 تقسيم 7 تقسيم 1 والباقي 1 هنا نضيف 4 كم 5 9 2 وهنا نضيف 4 كم 10 10 مع 7 كم 3 الآن ما هي الخانة التي يمكن أن تحقق لنا هذا معنى الخانة التي تحقق X زائد 4 يوافق 2 X زائد 4 يوافق 2 بترديد هنا 7 لكن بترديد 7 إذن X ماذا يمكن أن يكون لاحظ X كم يكون يا أبناء X يكون لكن لا يمكن أن نقول X 5 لأن يكون مجموعة لم يقل هو عدد إذن نقول X بهذا البساطة X يصبح يساوي لاحظ يساوي لنا 7 K لأن ندرس على 7 زائد الباقي كم هو ماذا هو الخمسة بهذه البساطة قلت يكون من الشكل 7 K زائد 5 فقط الآن نأتي إلى المثال الذي بعده كذلك بنفس الخطة أراد من نلاحظ أن نجد ماذا أن نجد 5 X القيمة التي تحقق من قيم X التي تحقق 5 X يوافق 3 بتردد 7 بنفس الخطة نأتي إلى البواقي العدد 7 هي صفر 1 2 3 4 5 6 الآن كل هذه القيم X نضربها في 5 معنا 0 في 5 1 في 5 5 هذه قيم X كم هذه في هذه 5 2 7 10 10 كم أكبر من 7 3 لأن 10 تقسيم 7 تعطي 1 والباقي 3 يكتب هنا عندنا 3 في 5 15 15 مع تقسيم 7 تعطي 2 والباقي 1 هنا نضرب كذلك في 5 20 مع 14 تعطي لما تقسيم يعني 20 تقسيم 7 تعطي 2 والباقي 6 هنا نضرب كذلك تصبح نعم 5 في 5 25 مع 21 يعني لما تقسيم 25 تقسيم 7 تعطي 21 يعني بباقي يكون 4 لأن هذا زائد هذا كم 25 كذلك هنا 6 نضرب ها في 5 كم 32 32 تقسيم 7 تعطي لكم 4 والباقي 2 ها هو الباقي الآن ما هي القيم التي تحقق لنا تحق لنا القاعدة التي مطلوبة منا وهي 5 x يوافق 3 بتردد 7 ها هي 5 x يوافق 3 بتردد 7 2 كم يكون 7 k زائد هذا الباقي الذي هو كم هو 2 هذه يقيم x بهذه البساطة فقط ابني هذا الجدول قال x عدد صحيح أتمم الجدول راح هنا الموافقة مع ماذا مع 5 ما هي بواقي 5 هي 0 1 2 3 4 هنا عندنا 2 x يعني نضرب هذه نضربها في ماذا في 2 كم صفر هذه في 2 كم 2 هذه في 2 كم 4 هذه في 2 6 لكن 6 أكبر من 5 كم باقي على 5 هو 1 هذه في 2 8 كم باقي على 5 3 إذن يصبح الجدول ها هو قد ملئ يقول أحدكم لم أفهم يا أستاذ هنا لو تضرب في 2 تصبح 8 8 تقسيم 5 1 والباقي 3 3 هي التي تكتب هنا 3 هي الباقي الذي يكتب في هذه الخانة معناه هذه هي الجدول قد ملئ ثم السؤال الذي قال يستنتج مجموعة قيم العدد x يعني هنا التي تحقق 2 x توافق 3 بترديد 5 2 x توافق 3 بترديد 5 لاحظوا x كم يكون لكن لم يقل x قال مجموعة يعني يصبح x يساوي ماذا يساوي مثال أخر نتابع جيدا أبنائي قال عين تبعا لقيم العدد الطبيعي an باقي قسم الثلاث قوة an على 5 ثم استنتج باقي قسم الثلاث قوة 4039 على 5 هنا طريقة في هذا في مثل هذا هذه التمرين نحاول إيجاد عدد من سفر إلى k حيث لاحظوا a قوة يوافق 1 بترديد p هذا يستهيل في بعض الحالات نتابع جيدا هنا أبنائي كيف تهتم العملية معناه أولا نأخذ قيمة نبدأ بان بما أن عدد طبيعي سوف يبدأ لنا الآن يساوي الصفر ماذا تصبح لاحظوا جيدا هنا تصبح ثلاث قوة صفر ثلاث قوة أي عدد قوة صفر مع أعطيكم ماذا 1 بترديد 5 لأن ثلاث قوة صفر يا أبنائي هو 1 نتابع جيدا الآن نأخذ كذلك لما الآن هنا كم أخذ أخذ صفر نأخذ الآن لما يساوي 1 تصبح ماذا تصبح ثلاث قوة 1 لها الثلاث ما زالت أصغر على الخمسة إذن تصبح توافق ثلاث بترديد 5 ونتابع روى كما سوف نلاحظ هنا أبنائي تابعوا جيدا إذن نعين بواقع القيوة المتتابعة للعدد ثلاث قوة 2 على 5 بالطريقة التالية لاحظوا جيدا أبنائي عندنا قلنا ثلاث قوة صفر تعطينا 1 بترديد 5 عندنا كذلك ثلاث قوة 1 كم هي الثلاث ما زال صغير على الخمسة إذن تبقى ثلاث ثم ثلاث مربع ثلاث مربع هي 9 كم توافق بخمسة الباقي كم هو 4 لو تأتي تقسيم 9 تقسيم 5 سوف تعطيك 1 والباقي 4 ها هو الباقي عندنا كذلك ثلاث مربع الآن هنا ثلاث مكعب ما هي ثلاث مكعب ثلاث 27 تقسيم 5 تعطي لنا 5 والباقي 2 لاحظ ها هو الباقي ثم تعطينا الثلاث قوة ماذا قوة 4 ثلاث قوة 4 أبنائي ما هي هي 3 في 3 في 3 في 3 التي هي ماذا 27 في 3 وهي 81 بترديد 5 نلاحظ أن الواحد والثمان لو نقسم على 5 أبنائي سوف يبقى الباقي هو 1 إذن لو نلاحظ جيدا انطلقنا من أول باقي ما هو لاحظ أول باقي هو الواحد وآخر باقي هو الواحد لو نأتي الآن ونكمل مع ثلاث قوة 5 سوف ينتج الباقي هو الثلاث ثم ينتج الباقي هو الأربعة ثم إذن هنا ظهر دور للقسمة ظهر دور من الشكل لاحظ نعد واحد اثنان ثلاث أربعة هذا لا نحسب لأننا نحسب في الأول إذن دور القسمة هو أربعة ك من الشكل أربعة أبنائي ك يعني أصبحت تدور هذه القسمة الآن كيف ينتج لاحظ جيدا ها هي الآن نتجت إذن تصبح أربعة لاحظ ثلاثة قوة أربعة كم تعطينا تعطينا واحد لاحظ ثلاثة قوة أربعة تسوينا الواحد من الخاصية ماذا نقول لو ندخل هنا الك وهنا الك أبنائي ماذا تصبح تصبح ثلاثة قوة أربعة ك لأن قوة القوة لأن ثلاثة قوة أربعة الكل قوة ك تعطينا ثلاثة قوة أربعة ك لأن قوة القوة هي جداء القوتين ما علينا الآن إلا ماذا ثم ماذا؟ ما رأيكم الآن لو نزيد نضرب هنا في ماذا؟ في ثلاثة تصبح ثلاثة في ثلاثة قوة أربعة كا نجمع الأسس تعطينا ماذا؟ ثلاثة قوة أربعة كا زائد واحد بما أن هنا ضربنا في الثلاثة هنا كذلك لاحظوا جيدا نضرب كذلك في الثلاثة تابعوا ماذا سوف ينتجبناه نتابع جيدا نتابع ماذا سوف يحدث لاحظوا إذن بما أن هنا ضربنا في الثلاثة كذلك نضرب هنا في الثلاثة في الواحد يعني هنا في ثلاثة وهنا في ثلاثة نجمع الأسس تصبح هنا الثلاثة ثم ماذا؟ تابعوا كذلك جيدا لما نأتي الآن الآن نضرب كذلك هذه القيمة نضربها في ثلاثة مربع ونجمع الأسس تعطي لكم هذه النتيجة ثم مرة أخرى نزيد نضرب مرة أخرى في الثلاثة تنتج هذه النتيجة أو بصيغة يعني أفضل تابعوا جيدا سوف نتحدث عنها الصيغة الثانية ومنه ينتج ماذا؟ لاحظوا ماذا سوف ينتج أبناي أتجأ أن البواقي لو نأتي ونرسم جدول يعني جدول بسيط من خلاله نختصر كل دراسة هذه البواقي نتابع جيدا هكذا أبناي هنا ماذا نكتب؟ لاحظوا نكتب هنا هنا نكتب آن وهنا نكتب ثلاثة قوة آن لما الآن في الأول كم أخذ؟ لاحظوا أخذ سفرة كم كان الباقي؟ واحد تابعوا ها هو الواحد هنا كم أخذ الآن؟ أخذ واحد باقي كم؟ هو الثلاثة ثم كم أخذ الآن؟ هنا دائما نترك كلمة يوافق وهنا كذلك يوافق ماذا؟ لما الآن أخذ إثنان لاحظوا الباقي كم كان أربعة ثم ماذا أخذ الآن؟ أخذ الثلاثة الباقي كم؟ كان إثنان ثم هنا لا نكرر لأن هذه وهذه لهم نفس الباقي هنا كليا بترديد ماذا؟ بترديد خمسة وهنا كذلك بترديد خمسة لاحظوا هذا الجدول هو يوضح الآن ما هي البواقي؟ بواقي القسمة لو نلاحظها جيدا بواقي القسمة الإقليدية إذن البواقي لثلاثة قوة آن على ماذا؟ على قلت على خمسة تنتج ما هي؟ تنتج من أجل آن آن يساوي ما هي القيم؟ الصفر والواحد والاثنان والثلاثة نتجة البواقي هي كالتالي هي الواحد ها هي الواحد الواحد والثلاثة والأربعة وماذا؟ والاثنان هذه من أجل ماذا؟ من أجل الآن أخذها يعني من صفر إلى الثلاثة من صفر إلى الثلاثة يعني أصبحت والدور دور القسمة ما هو؟ دور القسمة يا أبنائي هو من الشكل أربعة كا يعني تكرر ها هي واحد اثنان ثلاثة أربعة يعني هنا الآن أخذ من هذه ثم تصبح تتكرر مهما كانت إذن ها هي الآن لاحظوا جيدا إلى هذا السؤال عين تبعا باقي القسمة إذن البواقي ماذا نتجت؟ نتجت كما تلاحظون هنا الآن هل يمكن أن نقول البواقي الثابتة هي أنها هي واحد وثلاثة لا هنا تصبح من الشكل لما يكون أن لاحظوا أن مكتوب من الشكل لاحظوا هنا تقرأ كيف؟ هنا أربعة كا وهنا أربعة كا زائد واحد وهنا أربعة كا زائد اثنان وهنا أربعة كا زائد ثلاثة ها هي بواقها لماذا قلت أربعة؟ لأن هنا أربعة كا هو الدور يعني إذا كان أن من الشكل أربعة كا لاحظوا ماذا يكون باقي إذا كان مكتوب من الشكل يكون البواقي هي كالتالي أما البواقي يخسرها كليا هذا الجدول يا أبناء بكل بساطة الآن ثم السؤال الذي جاء بعده قال لاحظوا إلى السؤال الذي جاء بعده قال ثم استنتج باقي قسم الثلاثة قوة أربعة ألاف وتسعة وثلاثون على خمسة هنا لإيجاد الباقي لاحظوا جيدا نحن نتحدث أنه أولا ماذا تقول القاعدة هو نحن نريد دراس أو إيجاد باقي ثلاثة قوة أربعة ألاف وماذا وتسعة وثلاثون ماذا تقول القاعدة أبنائي تقول هذا العدد الذي موجود في الأس نقسمه لاحظوا نقسمه على الدورة ما هو الدور أبنائي لاحظوا الدور هو قلنا هو الأربعة يعني تكرر لما يتتكرب مرات يعيد نفسه الباقي إذن نأتي إلى نقول أربعة ألاف وتسعة وثلاثون تقسيم ماذا أربعة ليس الخمسة أقسمه على الدور لما نقسم على الدور أبنائي ماذا نجد نجد ألف وتسعة فاصل لما نجد بالفاصل نظر في رقمين وراء الفاصلة نجد الباقي هو الثلاثة معناه ماذا نقول نقول أربعة ألاف وتسعة وثلاثون تسوي أربعة في هذا العدد زائد الباقي يعني يصبح ها هو كما تلاحظون هنا هذا كيف هو مكتوب يا أبنائي لاحظوا جيدا لاحظوا سوف نلاحظ تابعوا إذن ها هو إذن هذا الشكل مكتوب من الشكل أربعة لاحظوا كا زائد ثلاثة أربعة كا زائد ثلاثة أربعة كا زائد ثلاثة لنأتي إلى الجدول ها هي أربعة كا زائد ثلاثة ما هو باقيها باقيها هو إثنان إذن بكل بساطة كيف نفعل نقول يا أبنائي نقول هكذا نقول ثلاثة قوة أربعة ألاف وتسعة وثلاثون توافق كم وجدنا الباقي لها وجدناه الإثنان بهذا الشكل لما جئنا إلى هذه الخانة وجدنا باقيها هو هنا تصبح ماذا توافق إثنان بترديد خمسة بهذه البساطة لو جاء مثلا وقال بلغة أخرى ماذا قال؟ قال مثلا أوجد باقي لاحظوا لو جاء وقال أوجد باقي هذا العدد لهو ثلاثة قوة 2015 على خمسة يعني كم يكون الباقي نجعل هنا عالم تستفام يعني كم يكون الباقي أول شيء قلت ماذا نأتي؟ نأتي إلى هذا الأس لهو 2015 نقسمه على ماذا؟ على الدور ليس على الخمسة نقسمه على أربعة لأن الدور قلنا هو أربعة ها هو عندكم في الجدول نقسم أربعة نأتي بالآلة الحاسبة ونكتب 2015 تقسيم أربعة تعطينا النتيجة خمسمائة وثلاثة فاصل خمسة وسبعون كيف نستخرج هذا الباقي إلى عدد طبيعي أو عدد صحيح؟ نكتب سفر فاصل خمسة وسبعون في أربعة ونلاحظ ماذا سوف تعطينا إذن سفر فاصل خمسة وسبعون في أربعة أعطتنا النتيجة هي ثلاثة إذن ماذا نقول عن الفين وخمسة عشر؟ 2015 تساوي أربعة في ماذا؟ في خمسمائة وثلاثة زائد الباقي ما هو الباقي أبنائي؟ هو الثلاثة لو نلاحظ مكتوبة من الشكل ماذا؟ أربعة كزائد ثلاثة أربعة كزائد ثلاثة لو نأتي إلى باقها بصداف سقطت أنها نفس العمل معنى كم الباقي هو إثنان إذن نكتب هنا إثنان الباقي هو إثنان بكل بساطة هكذا نتعلم كيفية دراسة بواقي عدد قوة آن على ترديد بأبسط طريقة عندنا كذلك ها هو مثال هذا ورد في أحد البكالويات أدرس تابعا لقيم العدد الطبيعي آن بواقي القسم الإقليدية للعدد سبعة قوة آن على تسعة إذن هنا لدراسة البواقي نبدأ أولا إذن دراسة البواقي لسبعة قوة آن على ماذا؟ على تسعة نبدأ أولا بآن يأخذ أول رقم هو الصفر تصبح ماذا؟ سبعة قوة صفر لهي ماذا؟ واحد بترديد تسعة ثم آن يسوي كم واحد تصبح سبعة قوة واحد؟ سبعة قوة واحد هي السبعة ما زال صغير على الترديد نقول سبعة إذن باقي هنا سبعة عندنا آن يسوي ماذا؟ إثنان تصبح سبعة مربع سبعة مربع وهي تسعة وأربعون تسعة وأربعون وهي سبعة في سبعة تسعة وأربعون لو نأتي إلى التسعة وأربعون ونقسمها على التسعة نجد الباقي هو الأربعة لاحظوا جيدا الآن نأخذ آن يسويون ماذا؟ الآن يأخذ القيمة الثلاثة ماذا نفعل؟ بأبسط طريقة يعني هنا احتبت تعبوا وقلكم أضربوا هنا في سبعة أضربوا هنا في سبعة وهنا في سبعة يعني هنا في سبعة إلا أنه بما أن هذه التسعة وأربعون تحولت إلى الأربع يعني يمكن أن نحذف هذه هنا ونكتب في مكانها لأن الباقي وجدناه هو الأربعة نضرب هنا كذلك في السبعة لاحظوا جيدا قلت أو يمكن لكم أن تحسبوا سبعة في سبعة في سبعة وتسوي عدد هنا لو نأتي إلى سبعة في سبعة في سبعة لهي قلنا تصبح سبعة في سبعة في سبعة تلقي لنا ثلثمائة ثلثمائة وثلاثة وأربعون نقسمها على سبعة على تسعة تقسيم تسعة أطلنا النتيجة ثمانية وثلاثون ثمانية وثلاثون فاصل إحدى عشر نأخذ الرقمية وفاصلة صفر فاصل إحدى عشر في ماذا في تسعة نجدها بالتقريب اللي هي قلت صفر فاصل إحدى عشر في تسعة نجدها صفر فاصل تسعة وتسعون اللي هي بتقريب واحد إذن ماذا نقول نقول هكذا سبعة قوة ثلاثة وافق واحد بترديد تسعة ما هي البواقي لاحظوا ها هو واحد اثنان ثم عندنا الأربعة هنا السبعة الأربعة ثم ماذا ثم الواحد سوف نتوقف لأننا انطلقنا من الواحد ووقفنا عند الواحد ما هو الدور لو نعد الدور واحد ما هو هنا الواحد اثنان ماذا لاحظوا الثلاثة لأن هذا لا يعد إذن ماذا سوف ينتج نقول سوف نأتي إلى هكذا لاحظوا جيدا بأمر بسيط فقط نستعمل الجدول هنا بالجدول يجب أن تكون الأمور واضحة جدا هكذا استعملوا هذا الجدول لاحظوا جيدا أبنائي هكذا ثم هكذا نكتب هنا ثم هكذا ثم هكذا ثم نترك هنا المكان قلت نكتب هنا آن وهنا ماذا سبعة قوة آن عندنا الصفر أخذ الواحد أخذ الاثنان نعم إذن هنا صفر واحد نتابع جيدا من الجدول لملء الجدول هنا صفر هنا الواحد هنا الاثنان هنا لا تتكرر لأن نذكر ثلاثة لأن ذكرت في الواحد ما هي إذن لكن هنا الدور ما هو الدور الدور القسمة دور القسمة ما هو أبنائي من الشكل ثلاثة كا يعني هنا ماذا نكتب في هذا المكان تابعوا هنا في الجدول يعني حتى تكون أمور عامة نكتب هكذا نكتب ثلاثة كا وهنا ثلاثة كا زائد واحد هنا لا ننسى الترديد لاحظوا هنا نقل بالترديد وهنا بالترديد وهنا نكتب بترديد ماذا سبعة وهنا بترديد سبعة أكذا حتى تقرأ القراءة صحية إذن ما هو الباقي هنا وجدناه واحد e7 e4 إذن البواقي هي محصورة كما تلاحظ إذن لما يكون أن يسع إن ثلاثة ك تصبح باقيها هو الواحد مكتب من الشكل ثلاثة كزائد واحد هو سبعة ومكتب من الشكل ثلاثة كزائد اثنان يكون الباقي هو أربعة يعني هذا الجدول هو يلخص لنا دراسة البواقي الآن ثم السؤال الذي جاء بعده نتابع جيدا ماذا قال؟ نتابعوا قال عين باقي القسم الإقليدية للعدد نلاحظ جيدا ما هو العدد ها هو العدد أبنائي سوف نقوم بجلبه لنعمل به لاحظ إذن ها هو العدد أولا لإيجاد باقي ماذا تقول القاعدة؟ تقول نقسم هذا العدد على الترديد وهذا الذي في الأس على الدور ركزوا بنص الطريقة هذا على الترديد وهذا على الدور الذي في الأس على الدور نأتي إلى ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون تقسيم الترديد اللي هو السبعة عفوا هو هنا بترديد تسعة عفوا هنا بترديد تسعة أعذروني على هذا الخطأ الذي صدر مني هنا تقسيم تسعة لو نلاحظ ونكتب ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون تقسيم تسعة ماذا نجد؟ وجدنا أنه يساوي لنا مئة وثمانية وخمسون فاصل سبعة سبعة هكذا قلنا ماذا نأخذ؟ نأخذ عدد نورة فاصلة سفر فاصل سبعة سبعة في تسعة يعني تصبح سفر فاصل سبعة وسبعون في تسعة تعطي لنا ستة فاصل ثلاثة وستسعون يعني نقربها إلى السبعة إذن ماذا نقول؟ تابعوا جيدا ثم نأتي الآن إلى قسمة ألفين وتسعة تقسيم الدور اللي هو الثلاثة نكتب هكذا ألفين وتسعة تقسيم ماذا؟ تقسيم ثلاثة أعطت لنا ستمائة وتسعة وستونة فاصل ستة 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 هكذا قلنا نأخذ سفر فاصل ستة وستون في ماذا؟ في ثلاثة إذن سفر فاصل ستة وستون في ثلاثة أعطت لنا واحد ثمانية وتسعون يعني نقربها إلى الاثنان ماذا نقول؟ لاحظوا أبنائي ماذا سوف نقول؟ نقول ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون توافق ماذا؟ كم وجدنا الباقي؟ وجدنا السبعة بترديد تسعة نطبخ خصائص الموافقات هنا عندنا قوة ألفين وتسعة إذن هنا تصبح قوة ألفين وتسعة وهنا قوة ألفين وتسعة لكن ماذا؟ بما أن هذه ألفين وتسعة وهنا ظهر السبعة نأتي الآن إلى ألفين وتسعة ما هي؟ ألفين وتسعة لاحظوا توافق ماذا؟ تساوي ماذا؟ تساوي أن ثلاثة في ستمائة وتسعة وستون زائد اثنان يعني من الشكل ماذا من الشكل ثلاثة كزائد اثنان نأتي الآن إلى الجدول ونبحث عن ثلاثة كزائد اثنان ها هي ها هو الباقي إذن ماذا تصبح تصبح لاحظوا ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون قوة ألفين وستسعة توافق أربعة بترديد ماذا بترديد تسعة هذا فيما يخص ألف وأربعمائة الآن نأتي إلى الفين وثمانية ونقسمها كذلك أبنائي على الترديد نتابع جيدا كيف تتم العملية هذه الأمور التي عليكم بتعلمها أبنائي نتابع جيدا إذن بعدما حل مشكل ألف وأربعمائة وتسعة وعشرون نأتي الفين وثمانية نكتب الفين وثمانية تقسيم تسعة وجدناها تسوي لنا لاحظوا إذن الفين وثمانية تقسيم تسعة وجدناها تسوي لنا مائتان وثلاثة وعشرون فاصل واحد 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 سفر فاصل واحد واحد وهي سفر فاصل واحد واحد في ماذا في تسعة أعطت لنا سفر تسعة وتسعون يعني مما يقارب هنا في التسعة تقارب الواحد بالألة الحاسبة هذه الأمور في المسودة ماذا تصبح؟ تصبح الفين وثمانية توافق واحد بترديد تسعة نطبق خصائص الموافقات بما أن هنا قوة ألف وأربعمائة وثلاثون هنا كذلك ألف وأربعمائة نطبق خصائص لكن الواحد مهما نفعل له أي قوة يبقى لنا واحد بترديد تسعة يعني بدون ما نأتي ونقسم هذا على الدور لأن الواحد ظهر واحد ومهما كان ظهر الواحد يعني ليس له علاقة هذا الواحد بهذا الجدول إذن ماذا نتج نتج الواحد؟ إذن ماذا يمكن أن نكتب؟ نكتب هاكذا أبنا يتابعوا نكتب هنا يوافق إذن هذا كم وجدنا باقيه؟ ها هو الباقيه وهو أربعة إذن أربعة زائد هذا كم هو باقيه؟ ها هو أمامكم واحد زائد واحد بترديد تسعة ويصبح يوافق ماذا؟ خمسة بترديد تسعة إذن الباقي لهذا السؤال كم هو يا أبنائي؟ أكيد هو الخمسة إذن نكتب هنا الباقي هو خمسة بهذه البساطة نأتي الآن إلى السؤال الذي بعده بعدما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الذي قال ثلاثة قال بيّن أن العدد A حيث الـ A كما تلاحظون وهو هنا ها هو أمامكم الـ A سوف نقوم بجلبه هنا إذن ها هو الـ A قال أنه يقبل القسمة على تسعة من أجل كل عدد طبيعي A هنا الأمر بسيط جدا أبنائي هنا لو نأتي نقول A يصبح يوافق هذه لو تلاحظون هاجيين سبعة قوة ثلاثة A لو نأتي الآن ونعوذ هنا فقط ضعوا هنا هاي لاحظوا سبعة قوة ثلاثة A أو هنا في مكان الـ K نقول بي وضعي ماذا فقط بي وضعي K يساوي A يعني في مكان K ضعوا الآن ماذا تصبح تصبح هكذا تصبح توافق ماذا تصبح قوة ماذا قوة إذن نأتي مع هذا السؤال إذن قلنا A قال A يوافق نتابع جيدا كيف نفعل أبنائي اولا عندنا سبعة قوة ثلاثة ان كم توافق قلنا أن سبعة قوة ثلاثة كم وجدناها توافق وجدناها توافق واحد بترديد تسعة بهذه البساطة لو هنا نضع قوة ا وهنا قوة ا ماذا ينتج ينتج أنه سبع قوة ثلاثه ان توافق واحد بترديد تسعة هذه الأولى الآن ما رأيكم أن نأتي نقول سبعة قوة ثلاثة أن قلنا توافق ماذا؟ توافق واحد بترديد تسعة لو نضرب كلا طرف هنا في سبعة وهنا في سبعة ماذا ينتج؟ بجمع الأسس تصبح ماذا؟ هذا أسه واحد نجمعه مع هذا يصبح سبعة قوة ثلاثة أن زائد واحد توافق سبعة بترديد تسعة بنفس الطريقة إذن هذه رقم واحد هذه رقم اثنان نأتي الآن إلى سبعة قلنا ثلاثة قوة أن زائد واحد نجعلها توافق ماذا؟ سبعة بترديد تسعة لو نضرب كذلك هنا في سبعة وهنا في ماذا؟ قلت هنا في سبعة لاحظوا جيدا ماذا ينتج؟ ينتج سبعة قوة ثلاثة أن عندنا هنا الواحد جمع الأسس وهذا يصبح زائد اثناني يوافق ماذا؟ تسعة وأربعون وجبناها أربعة بترديد سبعة الآن هذه رقم كذا رقم ثلاثة نأتي الآن إلى رقم أربعة ثم نلاحظ ماذا سوف ينتج ابنائي لاحظوا عندنا كذلك سبعة قلنا قوة ثلاثة أن زائد اثناني توافق أربعة بترديد تسعة لاحظوا جيدا ما رأيكم الآن كذلك أن نضرب هنا في سبعة ونضرب هنا في سبعة؟ نحظوا ماذا سوف ينتج ابنائي قلنا زائد اثنان انتهى دورها إذن زائد هنا هذا انتهى دوره وهذا انتهى دوره وهذا انتهى دوره يعني هذه المرحلة الثالثة الأخيرة لا نحتاجها لأنه أكملنا مع العبارات كليا بقي لنا زائد ماذا؟ زائد تسعة بقي لنا زائد تسعة إذن نعوذ كل عدد بما يساوي تابعوا جيدا كيف تهتم العملية؟ تصبح A يوافق هذه رقم واحد ها هو باقها هو الواحد زائد هذه هي رقم اثنان باقها سبعة زائد هذه هي هذه رقم ثلاثة باقها كم؟ لاحظوا ها هو عمامك باقها أربعة زائد ستة وزائد ستة بترديد تسعة يصبح A يوافق ماذا؟ هذا مع هذا كم؟ عشرة زائد ثمانية ثمانية عشر بترديد تسعة لو نأتي الآن إلى الثمانية عشر بترديد تسعة لو نقسم ثمانية عشر تقسي على تسعة كم نجد؟ نجد أنها يساوي اثنانه الباقي سبعة سبعة يصبح A يوافق ثمانية عشر تقسيم تسعة كم الباقي؟ هو السفر لأن لا يوجد باقي باقي هو معدوم لاحظوا A يوافق سفر بترديد تسعة بما أن الباقي كم سفر فهو العدد هذا A يقبل القسم على تسعة ومنه A يقبل القسم يا أبناء على ماذا؟ على العدد تسعة بهذه البساطة لأن الباقي قد ظهر هو السفر بكل بساطة نأتي الآن إلى مثال آخر ها هو عندكم بنفس الطريقة هنا كا ينتمي إلى أن قال جد باقي قسمة العدد أربعة قوة خمسة على إحدى عشر بنفس الخطة استنتج بواقي القسمة بنفس الخطة التي كنا نعمل بها أو استعملوا الجدول مباشرة وهنا أكيد الدور سوف يكون خمسة ها هو يظهر أمامكم خمسة 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 بهذه البساطة أبنائي فقط استعملوا مثل ما استعملنا في المثال الأول عندنا كذلك ها هو مثال آخر نتابع جيدا قال عين حسب قيم العدد الطبيعي آن بواقي القسم الإقليدية لسبعة قوة آن على تسعة درسناه من قبل ثم قال برهن أن ألفين وخمسة قوة ألفين وخمسة توافق سبعة بترديد تسعة بنفس الطريقة ها هي أمامكم أبنائي يعني شريحت بالتفصيل مفاصل عندنا لاحظوا سبعة توافق سبعة بترديد تسعة ثم نفس الشيس تسعة وأربع كم توافق توافق أربعة بترديد تسعة ثم عندنا هذا اللي هو مئتان وثلاثة وأربعون وجدنا باقيها هو الواحد إذن هنا لو نلاحظ إلى أن الدور كم لاحظوا بين هذا ولأن هنا لم يعدوا الصفر أعدوا الآن أخذ في الأول واحد ثم هنا الاثنان ثم هنا الثلاثة معنا الدور من الشكل ثلاثة ها هو لما تكون إذن هنا نجعلها كذا كا وهنا كا تصبح سبعة قوة ثلاثة ها وبقيها نزيد نضرب هنا في السبعة ونجمع الأسس تصبح ها وبقيها ثم نأتي كذلك هنا ونضرب في السبعة تصبح سبعة قوة ثلاثة كزائد اثنان ها وبقيها الآن ماذا قلنا عن القوة جئنا إلى هذا قلنا يقسم على الترديد يقسم على تسعة وهذا قلنا يقسم على الدور يقسم على الثلاثة ماذا ينتج لاحظ ماذا ينتج ابني لما قسمنا ألفين وخمسة على تسعة وجدنا الباقي هو السبعة لاحظ أدخلنا من هنا ألفين وخمسة من خصائص ومن هنا ألفين وخمسة نتجى هذا الشيء بعدها جئنا إلى ألفين وخمسة ماذا تسوي لما نقسم على الثلاثة لاحظ ماذا وجدنا وجدناها تسوي ثلاثة في ستمائة وثمانية وستون زائد واحد يعني من الشكل ثلاثة زائد اثنان زائد واحد ثلاثة زائد واحد ها هو الباقي ها هو الباقي كم هو السبعة ومنه الباقي نتجه بكل بساطة أن هذا يقسم على الدور وهذا يقسم على الترديد عندنا هذه الأمور وعندنا كذلك هو مثال آخر يعني بنفس الخطة التي كنا نتحدث عليها عين باقي القسم الإقريدية لخمسة قوائنا على 11 من أجل كل واحد اثنان ثلاثة أربعة وخمسة للعدد الطبي يعني تقسيمه عادي ثم استنتج البواقي ثم عندكم هذا بنفس الخطة التي كنا ندرس فيها لو نجرب مع هذا المثال مثلا نقول هنا أن يساوي ماذا؟ قال هو من أجل أن يساوي الواحد تصبح خمسة توافق خمسة بترديد 11 أن يساوي اثنان تصبح خمسة وعشرون كم يوافق مع الـ 11 أكيد سوف يعطينا ثلاثة بل يعطينا أربعة لأن تصبح إثنان وعشرون إذا تصبح خمسة وعشرون تقسيم 11 تقسيم إثنان والباقي كم؟ والباقي نعم ثلاثة لأن هذا في هذا إثنان وعشرون نضيف لها الثلاثة تصبح خمسة وعشرون إذا تصبح تنتج أن الباقي كم؟ هو ثلاثة بترديد 11 نأتي الآن أن يساوي ثلاثة أن يساوي الثلاثة ما علينا الآن بأمر بسيط فقط تصبح ماذا؟ خمسة ثلاثة توافق بما أن هنا في هذا البسط نضرب هنا في الثلاثة كأن ما ونضرب في الثلاثة كذلك هنا تقل قاعدة يعني ماذا ينتج ينتج هكذا؟ ينتج هنا ثلاثة نضرب هنا في خمسة حتى تنتج الأمور فقط يعني هذا الباقي أعيد وضربه في 5 فتجدون باقي الذي يليه تصبح 5 قوة 3 توافق لاحظوا هنا 15 15 مع 11 كم الباقي 4 لاحظوا ثم نضرب هذا كذلك مرة أخرى في 5 وهنا نضرب كذلك في 5 لنجد 5 قوة 4 لأنه هنا الآن يساوي 4 يعني كل مرة أضرب العدد في 5 واضرب الباقي في 5 ماذا يوافق لاحظوا لاحظوا أبنائي قلت نضرب من هنا ونضرب من هنا ماذا تنتج تنتج أنها تساوي لنا كم تصبح تنتج لنا 20 20 مع 11 كم تصبح تساوي لنا الباقي 9 9 هكذا ثم أن يساوي كم يساوي 5 نضرب هنا في 5 ونضرب هنا في 5 ماذا تقول الغايدة تصبح 5 قوة 5 يوافق هذه كم 45 45 مع 11 تعطيكم 1 لأنها 44 إذن تبكى هكذا هل نكمل توقفنا لأنها تحصلنا على الواحد الآن ما هي البواقي من أجل 1 و2 لاحظوا ها هي البواقي البواقي هي ماذا بأبسط طريقة هي الخمسة والثلاثة لاحظوا والأربعة والتسعة والواحد هذه من أجل ماذا من أجل الآن ماذا يأخذ من أجل الآن يساوي ماذا أبنائي يساوي لنا 1 و2 و3 و4 و5 يعني لما يكون الآن يأخذ هذه القيم البواقي هذه هي البواقي بواقي القسمة الآن قال استنتج بواقي القسمة الإقليدية للعدد لاحظوا خمسة قوة آن على 11 من أجل كل عدد طبيعي آن يعني في الحالة العامة لو نلاحظ الآن إلى الدور هنا كم لاحظوا دور القسمة من الشكل أي شكل لاحظوا أعدوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة من الشكل خمسة ماذا خمسة ك الآن لو نأتي الآن إلى هذه الأمور نكتب هكذا نستعمل إلا الجدول فقط نستعمل جدول بسيط منه نتعلم هذه الأشياء نتابع جيدا ها هو الجدول يعني بالجدول نلخص كل بواقي القسمة في الحالة العامة بعدما درسناها في الحالة الخاصة نأتيه إذن هنا هكذا ثم هكذا لاحظوا أبنائي حتى تتعلموا نجعل خنات كي تكون الأمور منظمة هكذا قلنا هنا ماذا نكتب نكتب هنا أن وهنا خمسة قوة أن هنا نجعل رمز الموافقة وهنا رمز الموافقة نكتب هنا خمسة هنا خمسة زائد واحد وهنا خمسة زائد اثنان وهنا خمسة قوة أربعة يعني هنا هذه هي نفسها لو نكتب هنا خمسة قوة زائد خمسة خمسة قوة زائد خمسة هي نفسها خمسة قوة هذه عليكم أن يعني ما هو الباقي الأول الباقي الأول هو هذا لأن لما تكون الآن أو يمكن لكم أن تكتبوا هنا خمسة كا وهنا تحذفوا هذه الخانة كليا يعني يجوز يعني هنا ماذا يسبح؟ يسبح كما تلاحظون هنا خمسة كا زائد خمسة أو تكتبوا بما أنه لم يبدأ من الصفر بل بدأ من الواحد لكن خمسة كا يا أبنائي نفسها خمسة كا زائد خمسة يعني هنا يمكن أن نقوم بمسح هذه الخانة ونجعل في مكانها يوافق 11 بترديد وهنا بترديد 11 ما هو البواقي؟ إذن لو نعد البواقي هنا عندنا ما هو البواقي الأول؟ ها هو البواقي حذره هذا هو الذي يأتي هنا في الأول لأنه من الشخص خمسة كا زائد خمسة ونفسه خمسة إذن يصبح واحد وهنا كم خمسة يصبح هذا رقم لما آن أخذ الواحد ها هو آن أخذ الواحد وهنا الثلاثة وهنا الأربعة وهنا التسعة لاحظوا ثم الواحد بدأنا به في الأول لأنه قلت خمسة كا زائد خمسة هو نفسه خمسة كا بهذه البساطة هذه هي البواقي في الحالة العامة ثم قال بيّن أن العدد يقبل القسمة العدد قلنا بماذا نفعل أبنائي؟ أنه هذا يقسم على الترديد وهذا يقسم على الدور الذي قلنا هو خمسة نأتي إلى ألفين وثمانية تقسيم ماذا؟ تقسيم خمسة أكيد سوف تنتج الباقي أكيد لما نقسم على الدور الدور ظهر أنه له علاقة مباشرة مع هذا الدور هو خمسة والقسمة الإقليدية للعدد الخمسة قوى لو نقسم هنا ماذا ينتج الباقي؟ أكيد سوف ينتج الباقي هو ثلاثة معنى تصبح ألفين وثمانية يساوي نقسم إذن هنا ألفين وثمانية تقسيم خمسة تعطي لنا أربعمائة وواحد في خمسة زائد ثلاثة من الشكل ماذا؟ من الشكل خمسة كزائد ثلاثة خمسة كزائد ثلاثة ها هو باقيها ها هو كم؟ هو الأربعة إذن خمسة كزائد ثلاثة ها قلنا هو الأربعة إذن هذه اللي هي خمسة والفين وثمانية توافق أربعة بترديد خمسة بنفس القاعدة نأتي الآن إلى هذه اللي هي ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون تقسيم خمسة لو نقسمها إذن ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون تقسيم خمسة تعطي لنا مئتان وخمسة وثمانون فاصل ستة الباقي هنا لما نستعمل الأل الحسب ونحذيفه تصبح ثلاثة إذن يصبح ماذا؟ من الشكل ماذا؟ لاحظوا من الشكل خمسة كزائد ثلاثة يشبه هذا مباشرة ما هو الباقي؟ هو نفسه الأربعة معنى تصبح خمسة قوى ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون يوافق خمسة أربعة بترديد خمسة الآن بما أن بينهما الناقص يتابع جيدا هكذا إذن تصبح خمسة قوى ألفين وثمانية ناقص خمسة قوى ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون توافق هذا باقيه أربعة وهذا باقيه أربعة بينهم الناقص ترديد خمسة لاحظوا الصفر بترديد خمسة إذن بما أن الباقي صفره يقبل القسمة ومنه العدد يقبل القسمة على خمسة بهذه البساطة أبني فقط ها قد تعلمنا درس الموافقات من الآ إلى الز من الألف إلى الي يعني كل ما يتعلق بهذه وفي الأخير أتمنى قد أعجبكم الشرح أبنائي وزوروا موقعنا لصفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جددانا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر